طيب قلت النهاردة عندنا مفاجآت من كل مكان يعني ما فيش حاجة عن عديها لغاية لما نوضحها لكل السادة المشاهدين طبعا النهاردة ومبارح كان فيه موضوع منصار بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا وقعت الحكم محمد فاروق الحكم السكندري اللي كان بيدير مباراة السويس والنصر الموضوع وصل حتى كمال للصحف الأوروبية النهاردة لما نشوف مثلا ومبارح الديلي ميل بتتكلم على هذي الوقعة وشايفينه قدامنا على الشاشة الديلي ميل بتتكلم على فكرة ان حكم بيدير مباراة استعان بتليفون أحد المشجعين لمساعدته في اتخاذ قرار ان اللعبة دي هدف ولا مش هدف وكأن ده تقنية الحكم الفيتجي المساعد فهم سابقة لا تطبق فيها هذه التقنية انتوا فهمين ده معنى ايه؟ انتوا عارفين الديلي ميل لما تكتب كلام زي ده معنى ايه؟ معنى ان خلال ساعات هيجي لك ايميل من الايفاب خلاص ودي للمرة التانية على فكرة دي مش المرة الاولى يعني المرة الاولى كانت من كام سنة لما جابوا شاشة تليفزيونية كده الشهيرة اللي كان قدامها الكابتن محمد الحنفي والايفاب ساعتها بعتلك قالك انت بتعمل ايه؟ النهاردة انت بتستخدم موبايل احد المشجعين عشان تشوف الحالة هدف ولا مش هدف؟ خلال ساعات هيجي لك يعني قدامكم على شاشة هي الصورة اذا يا جماعة بيحصل في مصر ازاي؟ يعني انتوا وصلتوا لاي مدى ان حكم من منطقة اسكندرية ومنطقة اسكندرية معروف ان فيها دايما حكام كبار مش حكام صغيرين وفيها حتى يعني مسؤول في اتحاد القرى الحاجة عامر حسين رئيس منطقة اسكندرية فالحكام دول كلهم اكيد يعني عارفهم كويس جدا فازاي تم الدفع بحكم زي الكابتن محمد فاروق وعلى فكرة انا سألت حتى عليه الفترة اللي فاتت في وجود دي الكابتن ياسر محمود ما كانش بيحكم الكابتن محمد فاروق خالص بعد الكابتن ياسر محمود مقدم استقالة ومشي لقيت الكابتن محمد فاروق بيحكم فدي برضو علامة استفهام لللجنة اعتقد لازم تجاوبنا ايه اللي خلى الكابتن فاروق يحكم دلوقتي بعد ما كان مستبعد في وجود الكابتن ياسر محمود وكابتن ياسر يعرف حكام اسكندريا كويس فالنهاردة الديلي ميل بتكتب يبقى انتظر قرار هيجيلك قرار مش تحذير لا قرار هيجيلك من الايفاب لان انت بتلعبش قرى لوحدك انت في الاخر بتغضع لقوانين الفيفا بتغضع لقوانين اللعبة فحلوصلنا لمرحلة صعبة جدا طيب بعد الصور دي وبعد الديلي ميل ما كتبت انا كنت متوقع ان المباراة تتعاد لان دي مخالفة لقانون اللعبة لا المفاجأة جات لي امبارح بالليل في وقت متاخر يعني قرارات لجنة المسابقات بخصوص هذه المباراة انا قلت بقى افتح القرار هلاقي الماتش يتعاد وقرار تاني خالص لا فجأت ان القرار اللي تم ارساله لنادي النصر ايقاف مدرب النصر اربع ماتشات وغرامة الفين جنيه وغرامة مالية على نادي النصر خمس تلاف جنيه ليه يا جماعة ده الحكم حسب هدف وفريق السويس هو اللي نزل اعترض ولما الحكم شاف اللعبة في الموبايل رجع في قراره فبعد كده حصل اعترض من نادي النصر ده الوقع ده اللي احنا شفناه يعني لو استعرضنا الصور اللي معنا طبعا للأسف طبعا الحو مش معنا بس الصور اهو ده مسؤول في نادي السويس بيد الموبايل لحكم المباراة بحمد فاروق طب بص ساعة الوقع نفسها ساعة الهدف ايه اللي حصل قدامنا الفريق الازرق اللي بيعترض ده ده فريق السويس طب ساعة احراز الهدف مين اللي جير راح يتخط السنتر وفرحام بالهدف ومين اللي بيعترض فريق الناصر عمد السنتر واللي بيعترضه فريق السويس وبالتالي المطش مش هيتعادي ازاي اتقال لك اصل ايماء اللي ما جاء في تقرير الحكم ومراقب المباراة طيب مرايب المباراة معلوماتي انه ما قالش الكلام ده مرايب المباراة قال اخطاء الحكم تبقى لما ورد في شريط المباراة والمرايب كان موجود لكن الحكم اللي كانت المفاجئة بالنسبالي ان اللجنة استدعته في نفس يوم المباراة الحكم من اسكندرية وفيه اتنين مساعدين واحد من الوادي الجديد وواحد من المنصورة بصوا اللي بقولوكم كل واحد جاي منين لأ ارجع على المعسكر ارجع على المعسكر ارجع على المعسكر ليه ارجع على المعسكر ويكتب تقارير دلوقتي التقارير اللي كتب مفوش كل الاحداث دي الحكم كتب في تقاريره ان الهدف انا احتسبته من اول مرة وان الهدف او انا لغيت الهدف اقصد يعني إنه ما حسبش الهدف وإدى إلغاء هدف واعتبرها تسلل أولام سيتياد ده ما عرفش هو كان يصد إيه حتى في الإلغاء لكن الشريط ما بيقولش كده اتحاد القرى على فكرة كانت في اجتماعات مبارح ما بين أعضاء اتحاد القرى مع مسؤولين في نادي النصر وقعب في استيناف على قرارات المسابقات أنا أيا كان القرار اللي هيتاخد إعادة مباراة مش إعادة مباراة إحنا روحنا لمرحلة إن إحنا بنخالف القوانين وكمان بنكتب تقرير مخالف للشريط ومخالف للوقاية اللي احنا كلنا شايفينها صوت وصورة يعني مخالف لللي احنا شايفينه وده يخليني أسأل لجنة الحكام قبل ما أسأل إدارة المسابقات أو أسأل الأستاذ عامر حسين لجنة الحكام وانتوا شفتوا شريط المباراة إزاي تقتنعوا إن حكم يكتب في تقريره الكلام ده وهو ما حصلش إزاي يتكتب كلام زي ده وهو ما حصلش وإزاي تستدعي هو والمساعدين ييجوا المعسكر ويكتب الكلام عكس الحقيقة اللي تمت في المباراة يعني عنكدب عينينا ونصدق اللي مكتوب في الورقة مهلماتش لو مش مزعع نقول ماشي نادي النصري بيتجنة نادي السويس بيتجنة أنا مش فريق أنا على فكرة أنا لما بين لطرف على حساب طرف أنا القصة بالنسبالي مسابقات القرى المصرية الشكل العام للقرى المصرية لما تدي لي ميل تكتب على الكلام ده ده ما ينفعش على فكرة لأن الكابتن محمد فاروق ده على فكرة اللي بيحكم دلوقتي في الممتاز به ممكن يتوقف اسبوع اثنين شاه الناس عتنس بس ممكن لأ ليه في آخر الدوري السنة دي لا أنا مش هعدل الموضوع ده آخر الدوري إيه الحكم ده ما يطلعش الممتاز خالص الحكم ده ما ينفعش يكمل في الممتاز به والتحاد القرى لازم يرجع لشريط المباراة ولازم القرارات دي يتمهم راجعتها وبعدين الماتش تلعب يوم 17 تلاتة ايه واجه السرعة ان اقدارة المسابقات تجتمع 19 تلاتة وتطلع قرار وازاي تقريب المرائب عكس تقريب الحكم وازاي تقريب الحكم عكس اللي شفناه في الصور وفي المباراة نفسها غريبة برضو من الغرائب اللي موجودة عشان أعرفكم برضو في حاجة غلط في المسابقات أنا اتكلمت على لايحة الربطة وقلت في حاجة غلط بص بقى على المسابقات أنا فاكر قبل كده في ماتش الترسنة والداخلية اتوقع عقوب على أعضاء في مجلس إدارة للترسنة بسبب الخروج على النص السنة دي حصلت نفس الوقع بس ما حصلتش عقوب ففي حاجة أنا مش قادر أفهمها هي الربطة أو لايحة المسابقات أو إدارة المسابقات أو الأستاذ عامر حسين يريد يوضح لنا القصة دي في سنة وقعت عقوبات على أعضاء مجلس إدارة في الترسنة وفي سنة تانية موقعتش عقوبات رغم أن الوصف الاتنين كانوا واحد بتأرير الحكم بالمناسبة الوقع المشتركة ما بين المباراتين كان فيها كابتن طارق السيد في ماتش الترسنة والداخلية وحتى السنة دي في ماتش النصر ومنتخب السويس دايما كابتن طارق بيبقى موجود فيه الأحداث الأخيرة أو الأحداث اللي موجودة دي